مصر بخير أول أيام عيد الفطر المبارك أعداه الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والعيد في مصر له شكل خاص جداً كل الاحتفالات الدينية وكل الأعياد الوطنية والرسمية والموسمية أيضاً مختلفة على أرض مصر هنتكلم عن هذه الخصوصية في الأعياد المصرية وهي معانا في الستوديو دكتور راشا محمد عطية أستاذ الاجتماع والعلاقات الأسرية واستشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية أهلا بك يا دكتور معانا أهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة والمشاهدين بخير يا رب ليه العيد في مصر مختلف؟ العيد في مصر مختلف من 7000 سنة الكحكة أساساً يعني لما دورت وعملت بحث عليه الكحكة أساساً عادة فرعنية وكانت بيقدم في المعابد فهي عادة قديمة فإحنا عندنا في مصر ليه طعم تاني مضبوط وليه شكل تاني وليه شكل تاني وتورست العادة بقى وتورست العادة وتنقلت بقى للفاطمية والمماليك ولحد ما وصلت دلوقتي طبعاً الفرق اللي حصل بس إن كان زمان بيتعامل في البيوت ويتخبز في البيوت دلوقتي لأخل الموضوع اللي بقى فيه إنتاج خارجي والمخابز هي اللي بقيت تعمله والحاجات دي فالشكل اختلف شوية ما خسرناش بهجته ولكن العادة اتنقلت لحتة تانية شوية اللي هي مختلفة تكنولوجيا مختلفة ده خل في الماس بروداكشن ولما كانت هذه العادة فرعونية كانت مرتبطة بأي وقت في السنة كانت مرتبطة بالأعياد شم النسيم طبعاً عشان شم النسيم أساساً عادة من أيام الفرعنة فكانت مرتبطة بالوقت ده وكانت مرتبطة بالأعياد للمعابد فكانت بيعملوها حتى أشكال لها أشكال ولها حتى لها بعض النقوش على المعابد الفرعونية يعني إذن ارتبطها بالمعابد يعتبر أيضاً ارتبط عقائدي عقائدي لأن هي كانت بتقدم للكهنة يعني كانت كفرحة كانت بتقدم للكهنة كنوع من أنواع البهجة يعني إذن الفاطمين أخدوها من الفرعنة؟ آه آه مش العكس مش عنا اللي أخدناها من الدولة الفاطمة لا لا أنا كنت فاكرة زي حضرتك كده بس لما دخلت وأريدت يعني عملت أبحاث وكده لقيت لا إن الفرعنة هم اللي ابتدوا أساساً عادة الكحكة الفرعنة ابتدوا كل حاجة آه صراحة في العالم كله الحمد لله لينا الصق أكيد وهل ده سبب أن الخصوصية في الأعياد في مصر يعني مش بنشوف نفس العدف في دول أخرى إسلامية أو عربية ولا موجودة بشكل تاني؟ إحنا بسبب أن إحنا كشعب شعب مترابط وأقوى من كل الشعوب يعني عدد السكاني أعلى عدد سكاني إحنا كدولة عددها سكاني أعلى وكدولة إسلامية فإحنا بنبقى لنا الصق في كل حاجة يعني إحنا أكتر دولة نامية وفيها سكان عدد سكان عن بقية الدول العربية فعشان كده بتبقى عندنا كل حاجة جديدة بنبقى بننشر إيه أهمية كسر العادة دي على الصحة النفسية للإنسان؟ أهميتها إن إحنا بنفصل يعني إحنا بنفصل عن الروتين اليومي اللي إحنا الإنسان بنسميه حتى يعني علماء النفس بيسموا الراتريس سباق الفران إحنا كل يوم بنعمل نفس اللي إحنا بنعمله كل يوم بنفس اللي إحنا بنعمله فإحنا بنجي نكسر العادة دي فده شيء مهم جدا لصحيتنا النفسية بيترتب عليه إيه؟ بيرتب عليه طبعا كسر العادة والروتين وكسر الروتين وأهميته إن إحنا بنفصل بناخد بريك وده مهم جدا ولو مش موجودة الأعياد مفروض الإنسان يعمل إيه عشان يحقق نفس النتيجة يعني في غير الأوقات بال في الأعياد ياخد أجازات يعني هي فكرة ياخد أجازات يعني حتى فيه الصحة النفسية دايما نقول إن إحنا مثلا كل ثلاث شهور مفروض ناخد على الأقل يومين يومين نفصل برة يعني مش الويك أند بس مش أنه نتوقف على الويك أند لقد إحنا نفصل برة برة المكان اللي إحنا فيه وبرى البيت ونغير الروتين وكده هل إمكانيات الإنسان أو درجة وظيفته أو مسؤولياته ممكن تعطى للنقطة دي نقطة الأجازة والاهتمام بالصحة النفسية؟ والله الإنسان يقدر بحاجات لطيفة وبسيطة في بهجة اليوم يقدر يعمل حاجات جديدة ويكسر عادات يعني مش لازم مثلا ممكن أنزل أفطر برة يعني ممكن أنزل أتغد برة مش لازم أروح أفخم مطعم الواحد ممكن يأكل حاجة ممكن يجيب سندويتشات ويقض على النيل يعني الحمد لله إحنا عندنا يعني بهجة عظيمة في النيل فليه ما نكسرش العادات أساسا إحنا كل فترة ونعمل ده عشان نغير روتيننا ونحسن من صحتنا النفسية فده مهم جدا مالوش علاقة بغنى وفقر يعني الإنسان يقدر يبسط نفسه بسندويتش فول أساس الاجتماع والعلاقات الأسرية واستشاري العلاقات الاجتماعية أهلا بك مرة تانية دكتور معينا وكل سنواتي طيبة محاك طيب إيه أكتر يعني نقدر نقول أداء معين أنت بتشوفيه ناجح في الأعياد وبي يعني يدللك على أن ده نموذج ناجح للترابط أو العلاقات الأسرية النجحة محتاجين نجدد الترابط الأسري يعني العيد لجودة الترابط الأسري فإحنا محتاجين نجدد ده يعني الأسرة تبتدي تعمل جدول فيه ناس بتسافر فيه ناس بتحاول تتزاور جوا مصر يعني يجو اللي قريبها وكده فده مهم مهم كمان زي ما رجعنا نرجع لنفس النقطة اللي هي مهم للصحة النفسية للأسرة كلها والترابط الأسري والعلاقات الأسرية فده مهم جدا فإن إحنا نربط الأسرة ببعض ونجدد وناخد الأطفال معانا واللي هما بيبقوا اللي بنسميه الميدل إيج اللي هو سن المراهقة محتاجين نشد السن ده شوية معانا لأن السن ده بيهرب مننا في الوقت ده فإحنا محتاجين نربطه أسريا ويتزاور ويصلة الأرحام والترابط الأسري مهم جدا في الفترة دي الشكل ده من أشكال العلاقات الأسرية مختلف دلوقتي عن فترة سابقة وإيه أسباب اختلافه من وجهة نظرين الاختلاف دلوقتي السوشيال ميديا سحبت الترابط الأسري شوية خلاص الناس بيجي سيصحة الصبح على الموبايلاتها بتتزاور حتى دلوقتي حتى عادتنا إلى حد ما اختلفت فيه المعايدات في العيد الوقتي بنسليك تقول ونبعت رسالة واحدة للناس كلها فده اختلف حتى فإحنا ما بقيناش نبزل نفس المجهود في الترابط الأسري والتكوين العلاقات زي ما احنا وصلة الأرحم زي ما كنا بنعمل زمان يعني ما قربتش مش بالعكس ده فيه الناس بتتواصل أكتر من خلال التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بتغطي مسافات وبتقرب مسافات ماشي هي بتقرب مسافات بس خدي بالك من حاجة مثلا لو احنا نفس الدولة خلاص وبنت خلتي أو بنت عمتي ولقيت مجرد رسالة معمولة فورورد لكل الناس فده مش هحس بخصوصيتي هفقد خصوصيتي هحس طيب تمام كل سنة طيب أو أنا كمان هبعت فورورد لكل الرسائل اللي عندي وخلاص فده بيفقد برضو نوع من أنواع الترابط الأسري وده مهم جدا أن احنا نبتدي نعيد هذا الترابط الأسري فده مهم جدا ايه الأسباب الاجتماعية الأخرى أو نقدر نقول هل فيه أسباب نقدر نقول اقتصادية سياسية ظروف اجتماعية بتؤثر على ترابط الناس بعضها وبعض يعني ممكن فترة كورونا مثلا كان ديها دور شوية في التباعد الأسري كانوا نسمينه حتى التباعد الأسري ده هي التباعد الاجتماعي كورونا عملت جزء من الموضوع بس احنا مش هنقدر نعاول يعني من قبل كورونا صراحة هو في السوشيال ميديا والإنترنت هي اللي دخلت علينا وكانت لها الصبخص من سنة يعني من الألفنات من بداية الألفنات هي اللي عملت خلينا نقول عملت شوية التباعد اجتماعي جت للأسف كامل كورونا فبقى الموضوع هنا تباعد شوية فاحنا عايزين نرجع نعيد الأواصر دي كده تاني ويحصل ترابط اجتماعي أفضل وأحسن الأجيال الحالية شايفة انها فعلا ممكن يعني تحس وتشعر بالعيد بالأشكال أو بالظواهر الموجودة ولا محتاجين نعيد مظاهر قديمة افتقدناها دلوقت ده دور الأباء أو الجيل اللي قبل زي ما نقول الميدل ايج والأطفال التقارب في منطقة واحدة أصبح مش موجود آه ما بقاش فيه تقارب ومش هنرجع أنا يعني عايزة أقول إن احنا مش هنرجع لكورونا ده من قابليها فاحنا ليه ما نحييهش تاني احنا بأيدينا نحيي كل حاج يعني هو مين اللي كان مخلي زمان فيه التقارب اجتماعي احنا وبعداتنا الاجتماعية طب ما هدلوقت فقدت ليه عشان احنا تكسلنا أو تراجعنا عن هذه العادة فنرجعها تاني هل فيه أعباء معينة اختلفت عن زمان فبقت هذه الأعباء لها دور في التباعد أو في إنه الإنسان ما عندهش طاقة أو وقت يجدد زي ما بتقولي حياته هو الفكرة كلها طول عدد ساعات الشغل يعني طول فالناس بتاخد الأجازة بتبقى بتاخدها للنوم بتاخدها للراحة فنلاقي إن احنا ما بقاش فيه داي زمان النشاط يعني زمان كانت عدد ساعات الشغل كام من تسعة لتنين والناس بتدي تروح واتحياتها وعندها سوشيل لايف ومش عارفة ايه وكده لكن دلوقتي اللي بينزل من بيته ساعة تمانية ونص على أقل أو تمانية بيرجع بيته ممكن ساعة تسعة أو عشر بالليل فبييجي العيد بيبقى محتاج ينام أطول عدد ممكن ويفرغ الطاقة يعني اللي استنزفت منه طول فترة عشان محمد عطية أستاذ الاجتماع والعلاقات الأسرية واستشاري العلاقات الاجتماعية أهلا بك يا دكتور معانا أهلا واخفيه ختم لقاءنا ايه اللي تحبي تقوليه لكل المصريين ولكلنا واحنا بنعيد مع بعض واحنا بنحتفل بعيد الفترة المبارك بأكد على إن احنا نتمسك بعدتنا في العيد زي ما قلت لحضرتك في الحلقة اللي فاتت في الفقرة اللي فاتت إن احنا نأكد على الأطفال وتربطنا الأسري وده شيء مهم جدا وما ننساش لبس العيد يعني الأطفال لبس العيد ليهم مهم وبهجته ليهم مهمة وما ننسهاش ودايما نكونوا يعني في العيد وكده وكله صراحيك طيبة وانت طيبة وبتمنى لك كل التوفيق دكتور عشان محمد عطية أستاذ الاجتماع والعلاقات الأسرية واستشاري العلاقات الاجتماعية شرفتنا جدا وكل سنة وانت طيبة واتمنى لك كل سعادة والشعب كله بخير وغدا الحلقة جديدة على أرض مصر وكل سنة وكل الشعب المصري بخير وكل الأمة العربية بالخير واليوم نوال بركات في عيد الفقر